بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في فيديو اعدادات شبكية سوف نتكلم عن تطبيق لإعدادات ال-IPGB Bear Group وذلك في روترات سيسكو شاهد تعلم واستمتع IPGB Bear Group Lab رح ناخذ Lab رح نطبق في إعدادات ال-PGB Bear Group على مستوى ال-IPGB يعني على مستوى ال-Internal BGB بحيث أنه جميع الروترات اللي رح يتم إضافتها في داخل Bear Group رح تكون متساوية أو هي يعني يعني هي متطابقة فيما بينها من ناحية رقم ال-Atenum System Number وهي هنا Atenum System Number 65000 سواء مع الروتر واحد واثنين وثلاثة طبعا خطوات ال-Lab أول خطوة هي عملية إنشاء الإعدادات الأساسية وتفعيل بروتوكول التوجيه اللي هو رح يكون ال-PGB وعلى مستوى الراوتر واحد بما إن هو متصل مع الراوتر إثنين وراوتر الثلاثة بشكل مباشر رح ندخل على ال-PGB راوتر PGP Plan 65000 رح نعلن عن الشبكات الموجودة في الراوتر Al-nero ونريد أن نعلن عنها لكل من الراوتر ربيعا عفواً للشبكات الموجودة في الراوتر واحد ونريد أن يتم إلى العلان عنها لكل من الراوتر الثلاثة أنا عندي هنا تم إلى العلان عن الشبكات اللي هي فيها مع الراوتر اثنين. وعندي المتصل فيها مع الراوتر ثلاثة. بعد كده انشئ البرغروب من خلال الامر نيبر. بعد كده اعطيها اسم اي اسم. انا هنا اعطيت اسم دي ان. بعدين بيرغروب انتر. انا كده انشأت مجموعة في داخل الراوتر واحد. بعد كده ابدأ اضم الراوترات التي اريد ضمها الى داخل هذه المجموعة. طبعا في البداية انا محتاج احدد الريموت اترنو السيستم من خلال الامر نيبر. بعدين احدد الراوتر الجاري اللي هو مثلا اه اربعة اثنين. بعدين الريموت اترنو السيستم خمسة وستين الف. بعد كده انا احددت خاصة اترنو السيستم. بعد كده اكتب الامر نيبر اثنين اربعة مرات. بيرغروب دي ان. عشان اضمه الى داخل البيرغروب اللي اسمها دي ان. نفس الشيء مع النايبر ثلاثة اللي هو الراوتر ثلاثة طبعا. الثلاثة ثلاث مرات هذي طبعا الراوتر اي دي. اكتب هنا الريموت اترنو السيستم خمسة وستين الف وخمسمية. وعندي هنا النايبر آآ آآ ثلاثة 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 ثلاثة. البيرغروب هي دي ان. بعد كده لما حب اطبق اي امر موحد على هذه الراوترات راح اكتبه مرة واحدة. الى اخره. من ضمن هذه الاوامر مثلا اللي حناخذها كمثال اللي هو الامر نيبر دي ان ابدات سورس لوب باك زيرو. يعني الراوتر واحد راح يرسل. ممكن يكون لوب باك زيرو ممكن يكون واحد. انا راح اخلي واحد. آآ نيبر دي ان ابدات سورس لوب باك واحد. بكده انا بقول ان الراوتر واحد بمصدر رسالة تحديثات الى هذه الراوترات راح يكون المصدر هو اللوب باك واحد. اللي هو راح اجعله هو الراوتر اي دي للراوتر واحد. طبعا هذا الامر بدل ما اروح اكتبه على مستوى الراوتر اثنين وثلاثة بشكل منفصل. من خلال البيرغروب راح اكتبه فقط مرة واحدة. نفس الفكرة لما يكون عندي بوليسي. محتاج اتطبقها على الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة. آآ وهي بوليسي موحدة. فراح اتطبقها فقط مرة واحدة من خلال الامر نيبر دي ان. وبعد كده اكتب الامر الخاص بتطبيق هذه البوليسي او الاكسس لست. وغيرها من الاعدادات اللي انا ابغاها تكون موحدة بين مجموعة من الراوترات اللي هي راح اضمها في داخل البيرغروب. آآ نبدأ الاعدادات مع الاعدادات الاساسية في كل من الراوتر واحد والراوتر اثنين والراوتر ثلاثة. ونبدأ مع الراوتر واحد. طبعا نروح على مستوى الـ global mode. عندي الـ انترفيس فاست ايثرنت سيرو سلاس زيرو الـ الـ IP ادرس راح يكون مية وثنين وتسعيب مية وثمانية وستين واحد واحد ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر مية وثمانية 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 وستين اثنين واحد ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر ونضيف عندي بعد كده انترفيس لوباك ندخلي واحد ونعطي الـ الـ اللي راح يمثل الـ 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 اللي هو مستوى الراوتر واحد اللي هو اربع وحايد ميتين وخمسة وخمسين ثلاث اصفر. خلينا نشوف وين الخطأ. تمام. الغلط احنا كنا مزودين صفر زيادة. بعد كده. اكزيت. نروح على الراوتر اثنين لعمل الاعدادات الاساسية. الانترفيس اللي يربط الراوتر اثنين مع الراوتر واحد اللي هو فاست اثرنت زيرو سلاش زيرو. الابي ادرس مية وثمانية وستين واحد اثنين ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر. وبما ان هو منفذ فيزيائي فلا بد نحن نكتب الامر. بعد كده اكزيت. بعد كده عندي راح انشئ عدد اثنين من اللوبباك انترفيس واحد للراوتر اي دي اللي هو اثنين 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 مواضيع اثنين 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 الابي ادرس راح يكون عشرها صفر صفر واحد ميتين وخمسة وخمسين ثلاث اصفار بعد كده اكزيت. ننتقل إلى الراوتر ثلاثة لعمل الإعدادات الأساسية نروح على مستوى الـ Global Mode عندي المنفذ الذي يربط الراوتر ثلاثة بالراوتر واحد اللي هو الـ Interface Fast Ethernet 0.0 الـ IP Address الخاص فيه رح يكون 192-168-2-2-3-255-0 No Shutdown بعد كده Exit بعد كده عندي الـ Interface Loop Back 1 الـ IP Address رح يكون 3-4 مرات 255-3-0 Exit بعد كده عندي الـ Interface Loop Back 2 الـ IP Address هو 172-16-0-1 155-0-1-2-3-0-1 Exit ambition بكده نحن انتهينا من الإعدادات الأساسية الآن ننتقل إلى إعدادات بروتوكول الـ inan Die Administ وسائلST الراوتر بي جي بي خمسة وستين ألف كذا احنا فعلنا بروتوكول البي جي بي على مستوى الراوتر واحد نشوف الشبكات اللي احنا نريد الإعلان عنها عندي نتورك مية وثمانية وستين واحد صفر ثلاثة طبعا ميتين وخمسة وخمسين اول شي لازم نكتب ماسك ميتين وخمسة وخمسين صفر او طبعا ميتين وخمسين ثلاث مرات بعدين صفر انتر بعد كذا عندي نتورك مية وثمانية وستين اثنين صفر ماسك ميتين وخمسة وخمسين ميتين وخمسة وخمسين ميتين وخمسة وخمسين صفر بعد كذا اكزيت بروتوكول البي جي بي عشان يجعل الراوتر يتعرف على جيران ورح يتعرف على جيرانه بطريقة الستاتيك وليس الديناميك مثل بروتوكولة التوجيه الداخلية فبالتالي انا رح اعرفه من خلال البير جروب لكن قبل التعريف انا محتاج ان انا اكتب استاتيك راوت يعرف الراوتر واحد كيفية الوصول الى الراوتر اي دي اللي هو 2222 اللي موجود فى الراوتر الثنين وكذلك الراوتر اي دي موجود فى الراوتر ثلاثة هذا بيتم من خلال الامر ip route اللي هو عندك 2222 بعد كذا حدد التستيناشن رح يكون ايش عنوان قادر الراوتر واحد انه يوصل الى هي Mongeth 크 name di explored Something 1 اللي هو عنوان المنفذ الانترفيس Fast Ethernet Z00 زيرو الموجود في الراوتر الثاني والمتصل مع الراوتر واحد. بعد كده، لا، هو أنا في البداية محتاج أكتب الـ Subnet mask. بعتك، أثنين، أثنين، ثنين، بعد كده، ميتين وخمسة وخمسين، ثلاث أصفار، بعد كده، احتاج أكتب الـ Next hop. الي هو مية، وثنين وتسعين، مية وثمانية وستين، واحد اثنين بعد كده يكون جاهز، انتر، في عندي خطأ، خليني نشوف فين الخطأ. إحنا ممكن نعدل عليه أن نكتب هو عنوان محدد فبالتالي أنا ممكن أكتب 455 يعني هو عنوان محدد اللي هو اثنين 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 ممكن على فكرة الاي بي راوت يكون لي جهاز معين ممكن يكون لي شبكة معينة طيب عندي الثلاثة ثلاثة 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 راح ايضا اقوم بنفس الانشاء الراوت ماب او عفوا الستاتيك راوت الخاص فيها اي بي راوت ثلاثة اربع مرات السبنت ماسك ميتين وخمسة وخمسين اربع مرات النيكست هوب راح يكون ميتين وثمين 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 اثنين اثنين انتر كذا اكزيت ممتاز اه طبعا قبل ما نفعل على الراوتر واحد البير جروب خلونا نروح على الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة ونفعل فيهم بروتوكول البي جي بي ونقوم باعدادات البروتوكول البي جي بي عندي هنا الامر راوتر بي جي بي خمسة وستين الف وبعد كذا عندي الشبكات اللي انا اريد الاعلان عنها عندي نتورك اه مية وثمين 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 وستين واحد صفر اه طبعا لازم اكتب الامر ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر اينتر عندي كمان الشبكة نتورك عشرة ثلاثة اصفار لا اربع اصفار طبعا بعد كذا ماسك اللي هو راح يكون ميتين وخمسة وخمسين ثلاثة أصفار انتر بعد كذا راح أعرف الروتر الثنين على جارو الروتر واحد بطريقة الاستاتيك طبعا راح تكون بالأمر المباشر من خلال نيبر بعد كذا المفروض أن أنا أكتب الـ IP Address الخاص بهذا النيبر اللي هو واحد طبعا هنا راح يكون ايش الروتر ID أربع وحايد طبعا مجموعة أوامر فأنا اللي حكتبه هنا اللي هو من ضمن الأوامر اللي هو الريموت اتنو السيستم أحدد الاتنو السيستم اللي يقع فيه هذا الروتر اللي هي خمسة وستين ألف هي العلاقة بينه وبين الروترات أصلا الثلاثة علاقتهم راح تكون IPGB فكلهم راح يتشاركوا في رقم PGB اتنو السيستم نمبر موحد انتر بعد كذا حدد مصدر الـ Update راح يكون نيبر أربع وحايد راح يكون من خلال الأمر Update Source Loop Back اللي هو كام واحد طبعا أنا ما انشأت الـ Loop Back 0 احنا بدأنا من واحد فبالتالي حيكون الـ Loop Back 1 Exit بعد كذا أنا عندي الـ Interface طبعا أنا محتاجي أعمل IP Route يدل الـ Router 2 على المسار الذي يسلكه لكي يصل إلى الـ 1 1 1 1 1 وهذا من خلال الـ Static Route IP Route 1 4 مرات 255 4 مرات بعد كذا حدد له الـ Next Hub اللي هو 192 168 1 1 1 Enter ممتاز الآن نروح على الـ Router 1 عفوا نباقي عندي الـ Router 3 هذا نفعل عليه بروتوكول الـ BGP Router BGP 65000 بعد كذا أعلن عن الشبكات عندي Network 172 16 00 الماسك الخاص فيه راح يكون 255 مرتين وبعدين صفرين عندي Network 192 168 2 0 الماسك راح يكون 255 ثلاث مرات صفر بعد كذا أعرفه على راوتر اللي راح يعمل مع علاقة الجير اللي هو الـ Router 1 من خلال الأمر نيبر أربع وحايد بعد كذا ثلاثة أو عفوا أربع ميتين وخمسة وخمسين Next Hope راح يكون ١٩٠ ً٠ إثنين واحد خلنا نشوف وإن الخطأ لا احنا ما زلنا فيه هذا مو استاتيكراوت انا كتبته على اساس انه استاتيكراوت طيب لا احنا فيه امر النيبر طيب اه نيبر اربع وحايد بعد كده نكتب الريموت اتونومس سيستم هي خمسة وستون الف وعندي بعد كده نيبر اه اربع وحايد رح يكون الاب تيت سورس لوب باك اه واحد بعد كده اه عندي الا كده خلاص على مستوى البي جي بي انتهت انتهت الاعدادات عندي الاستاتيكراوت اي بي راوت اللي هو اربع وحايد سبنت ماسك اربع مئتين وخمسة وخمسين تصل اليه يا راوتر ثلاثة من خلال النيكست هوب اللي هو مئة وثنين وتسعين مئة وثمانية وثمانية وستين اثنين واحد انتر ممتاز المتبقي لدينا من الاعدادات هو ان نعرف الراوتر واحد على جيرانه الراوتر الثانين والراوتر الثلاثة ولكن حنقوم بذلك بدل ما نقوم بي بما قمنا به من خلال يعني زي ما شوفنا الاوامر من الراوتر الثانين والراوتر الثلاثة بعد كده نكتب الراوتر بي جي بي خمسة وستين الف بعد كده راح انشئ الراوتر الثلاثة من خلال الامر نكتب الراوتر نكتب الراوتر في السجل الراوتر الثلاثة من خلال الراوتر الثلاثة لانكتب الراوتر أولاً فراح أكتب نابر اثنين ثلاث أربع مرات الريموت اتونمو السيستم اللي هي راح تكون خمسة وستون ألف بعد كده أكتب نابر ابر نابر اثنين أربع مرات بعدين عندي ثلاث أربع مرات بعد كده عندي الريموت اتونمو السيستم هي خمسة وستين ألف تلاحظوا معايا علاقة الجيرة قامت ما بين الراوتر الثنين والراوتر الثلاثة بين الراوتر الثنين عفواً والراوتر واحد على مستوى البر جروب اللي هي الدي ان طيب نكمل الاعدادات عندي الراوتر ثلاثة الريموت اتونمو السيستم بعد كده أكتب نابر ثلاثة أربع مرات بعد كده الريموت لا كتبنا احنا الريموت نكتب بس بير جروب طبعا بير جروب دي ان ممتاز الحين بتقوم علاقة الجيرة قامت الآن طيب عندي الأمر اللي حضيفه على كلا الاثنين اللي هو الراوتر ثلاثة دفعة واحد انتر كده حيتم تنفيذه على كل من الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة دفعة واحدة عشان نتأكد من صحة الاعدادات عندي كده أمر من ضمنها شو آي بي راوتر لرؤية جدول التوجيه فنشوف ان ال بي جي بي لي يرمز له بحرف البي تعرف على الشبكة عاشرة ثلاثة صفار المفروض كمان انه يتعرف على الشبكة 172 بس بياخذ وقت ممكن نبدأ نعمل بنك 10 صفر واحد لحظة معي البنك نجح الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية اشوفكم في اعدادات شبكية قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته